اليومين دول كمان الرياضة واخدى مكانها قوي في مصر يعني عندنا ماتشات أفريقيا بتاعة الأهلي والزمالك والهزيمة اللي عظيمة واللي نادي الأهلي بخمس سجوان وعندنا تعادل الزمالك في المغرب مع حسنية أغادير وعندنا ماتشات العودة وعندنا بقى ده كلكم وعندنا بطولة أفريقيا اللي حيتم تنظمها في مصر وشهر ستة كوم تاني خالص لجنة المنظمة الكاس أفريقيا بتحط اللمسات الأخيرة على ملامح التنظيم بعد يومين من النهاردة يوم الجمعة تحديدا حيقام حفل أرعة كأس أفريقيا لكرة القدم لكن في نفس الوقت طلب الأكاونت الرسمي للجنة المنظمة الكاس أفريقيا كأس أمم أفريقيا على تويتر الأكاونت الجديد بتاحهم طلب من المصريين ومتابعين الكرة في مصر تحديدا وفي العالم كله اقتراح شعار للبطولة سلوجن مش رسمة ويكون السلوجن من ثلاث لخمس كلمات شارك معنا في كتابة شعار لبطولة أفريقيا 2019 المقامة في مصر اقترح شعار للبطولة وسيتم طرح جميع الاقتراحات المناسبة من مشاركاتكم في مرحلة اختيار شعار البطولة الرسمي أفريقيا 2019 والله دي بادرة لطيفة جدا وكويسة جدا بكل تأكيد في شركات بتعمل على الايدنتي أو البراندينج بتاع البطولة من الشعار للسلوجن للتميمة لكل التفاصيل دي في شركات شغالة عليها مع اللجنة المنظمة برئاسة هانيا بوريدا ومحمد فضل مع حفظ الألقاب بكل تأكيد لكن المشاركة مع الناس على السوشيال ميديا مهمة جدا ليه؟ عشان يكون فيه تفاعل ودعاية للبطولة ده واحد اتنين عشان لو حد من الناس مش في اللجنة أو مش على شراكة مع الشركات المسؤولة عن البراندينج حد اقترح حاجة على السوشيال ميديا يتم النقاش فيها وبعدها بعدما الاكاونت للجنة المنظمة الكاس أفريقيا 2019 بعدها نشر ارشادات عشان تقدم لصاحب الاقتراحات لعشان تقدر تقدم شعار بيتناسب مع هوية مصر باعتبارها البلد المنظمة للبطولة وهي المجموعة من النقات ستساعدك في التفكير عند كتابة شعار كاس أفريقيا 2019 ايه هي النقات دي؟ واحد كتابة الشعار باللغة العربية واللغة الإنجليزية وبكل تأكيد حيتم ترجمته كمان للغة الفرنسية عشان أفريقيا فيها عدد كبير من الدول تتحدث باللغة الفرنسية اتنين الشعار مكون من جملة قصيرة تعبر عن فكرة معينة من ثلاثة لخمس كلمات ثلاثة مصر هي الدولة صاحبة الرقم القياسي في استضافة البطولة وكمان احنا نصقه بالرقم الأساسي أو الرئيسي والأول في الفوز بالبطولة أربعة مصر من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي موجود في مصر إذا كان في المقر الأديم للاتحاد الأفريقي في الجزيرة مجاور للنادي الأهلي أو في المنطقة الجديدة في 6 أكتوبر خمسة البطولة استثنائية لأنها تضم 24 منتخب للمرة الأولى منذ انطلاقها أول مرة يكون فيه 24 فرقة في البطولة قبل كده كانت بقى 16 فريق مرة دي بطولة كبيرة جدا فيها 24 فريق من أفريقيا أفريقيا فيها أكتر من 50 دولة تقريبا نص دول القارة بتشارك في هذه البطولة واللي جات لمصر مؤخرا بعد انسحاب الدولة اللي كانت حتنظم البطولة أو سحبها منها عن طريق الاتحاد الأفريقي وكان فيه جدل إذا كان فيه دول تانية حتتقدم كم منها المغرب كانت مفروض من المرشحين بقوة لكن الملف المصري أثبت وجوده وما تقدمش غير مصري لأن مصري كانت لحق والأسرع في تقديم ملف كامل لأن احنا عندنا بنا تحتية رياضية عندنا استدادات كتيرة جاهزة للصدافة البطولة بغض النظر طبعا عن اللي احنا شفناه في ملعب الأهلي والزمالك لكن فعلا عندنا ملعب قادرة على استضافة البطولة بشكل قوي جدا جدا بعدها سابوا الناس بقى تبتدي تبدأ في اختيار السلوجن أو الشعار اللي هيكون واحد من الحاجات الهامة جدا للبطولة من الاقتراحات اللي وصلتهم على الأكاونت بتاحهم كانت من أكاونت اسمه try me once king كذا لكل الشعوب history invites you التاريخ يدعوك come home Africa عودوا إلى البيت أو عودوا إلى أفريقيا welcome 24 Egypt feel at home مصريكا نجد المنزل كلها محاولات يعني amateurs مبتدئين ناس مش بتعمل بدا لكن طبعا كل الناس تشكر على مشاركتها أكاونت تاني كمان باسم محمود عدوي اقترح وقال هنا صنع تاريخ أفريقيا في مصر here is the history of Africa هنا تسجل أفريقيا التاريخ here Africa records history هنا سجل تاريخ أفريقيا history records here أو مفروض disrecorded here ده سلوغنز تانية اتبعتت ليه اللجنة المنظمة رجع كمان أكاونت try me once هو جرب مرة تانية بقى مش once twice بشوية اقتراحات غير الأولانية ايجبت where everything began مصر حيث بدأ كل شيء here we were here we are هكذا كنا وها نحن الآن ايجبت where good vibes are مصر حيث كل شعور جميل here we went here we back هنا بدأنا وهنا نعود من السلوغنز اللي راحت للجنة المنظمة كمان أكاونت باسم متحة نور قال افريقيا من جديد كلها زي ما قلت لحضراتكم اقتراحات amateurs ناس بتحاول انها تدلي بدلوها في وسط الاقتراحات دي اكيد هتلاقي حاجات تلفت نظرك واكيد هتلاقي حاجات ما تعجبكش اكيد هتلاقي حاجات تروح للجنة المنظمة تحطها في عين الحسبان لكن المهم المشاركة لان دي بطولتنا احنا مصريين كلنا 100 مليون مصري مسؤولين عن التنظيم مش اللجنة المنظمة احنا مسؤولين في الشارع لما تشوف حد جاي تقدر تساعده وتساعده في ركوب المواصلات تقدر ما يكونش فيه مدايقات للبمهور من الفرق الاخرى يكون فيه حسن استضافة يعني من الاخر نكون المصريين اللي احنا عارفينهم نكون المصريين اللي بجد كمان اكاونت باسم محمد القاضي كان ليه اقتراح قاله كأس الانسانية على ارض الحضارات كمان اكاونت باسم نيجي اقترح شعار مختلف شوية وقال دائما من هنا على ارض البدايات هاشتاج كان 2019 ده الشعار اللي اقتراحه ناجي اقتراح كمان من فادي بطرس اكاونت باسم فادي بطرس قال بطولة كبرى في حضرة الابطال ده سلوغان اتبعت كمان كان فيه كمان ابطراح من اكاونت اسمه محمد ابراهيم قال ايه محمد ابراهيم يلا نلعب نكسب نحتفل let's play win and celebrate وكان ده عمل هاشتاج للبطولة مصر 2019 وعمل اتاتشمنت للتويتا بتاعة افريقيا لجنة المنظمة كمان اكاونت باسم اسلام اشرف قال نحن اقوى معا we're stronger together اما اكاونت تاني باسمه علي المصري فخرج شوية عن النص وما قالش اقتراح لشعار البطولة هو قال تمنياته او طلباته من اللجنة المنظمة قال ايه بقى علي المصري قال عايزين الشعار يعبر عننا بجد والتميمة تكون مختلفة تبين تاريخنا وكورة موحدة يتلعب بيها البطولة شاركنا تنظيم البطولة وده الهاشتاج وهنا نقف شوية وخلينا نشوف الثلاث نقاط دول من تحت الفوق كورة موحدة يتلعب بيها البطولة دايما البطولات الكبيرة بيكون فيه كورة موحدة من الشركة الرعية سواء كانت الشركة الفلانية او الشركة العلانية او الشركة الجديدة اللي اتفق معها منتخب مصر على تشيرتاته بدون ما نذكر اسامي الثلاث شركات الكبرى اللي حضراتكم عارفينها دايما بيكون فيه كورة محددة للبطولة بيتحط عليها شعار البطولة بيتحط عليها التميمة بتاعت البطولة وبتتلعب بيها كل الماتشات بيتم استخدامها في افتتاح البطولة لغاية الماتش النهائي وتكون موجودة بتتداول في الأسواق وعليها العالم الدولة المنظمة زي ما شفنا كور كتير موجودة في كاس العالم اللي فات في روسيا في طولات أوروبا في الشامبينز ليج كل سنة بيكون عندهم كورة جديدة ده بالنسبة للكورة ونتمنى أن يكون ده حاصل وما نجيش نقول أصل الوقت كان قصير وما لحقناش نتفق أرجوكو عشان ما يحصلش اللغبطة دي التميمة تكون مختلفة وتبين تاريخنا بكل تأكيد لازم تكون بتاع التميمة بتمثل الدولة المنظمة للبطولة لازم كل دولة ليها التاريخ بتاعها ليها حضرتها ليها شكلها أما بقى تكون مختلفة فدي نقطة مهمة جدا عشان إحنا بندور في فلك واحد وإحنا بنظم البطولات في اختيار التميمة وقلنا ده قبل كده في أورلاين ولسه بنقوله وبنرجو اللجنة المنظمة أنها هتاخد ده بعين الاعتبار أرجوكم 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 رجاء من كل المصريين كفاية الفرعون المصري بالزي المصري اللي لابس الشبشب الفرعوني وبيشوت الكرة التميمة دي اتعملت كذا مرة أرجوكو كفاية أرجوكو 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 كفاية التميمة بتاعة تمساح النيل اتعملت كذا مرة في بطولات هاند بول وتنظمت في مصر منها كاس العالم وتعملت فيه كاس عالم الشباب في مصر احنا دايما بنبص من يعني العين الصغيرة جدا جدا على الحضارة المصرية مصر مش هي الفرعون بس ولا الحضارة الفرعونية هي الفرعون بس ولا تمسح النيل عندنا امثلة كتيرة ولا هي عن حورص بالمناسبة لان دي اكتر حاجات احنا بنستخدمها لازم نخرج برة الدايرة المغلقة اللي احنا بنستخرج منها التميمة عندنا حاجات كتيرة جدا جدا نقدر نستغل لها في التراث المصري الفرعوني والاسلامي والابطي عندنا مورثات ثقافية في كل حتة في مصر تقدر تستخرج منها تميمة فعلا تعبر عننا وتعبر عن العمق الافريقي المصري ودي نقطة مهمة جدا مصر مش بس فرعنا مصر كمان في هذه الحالة هي دولة افريقية من الدول المؤسسة للاتحاد الافريقي في كرة القدم والاتحاد الافريقي اللي هي منظمة الوحدة الافريقية في بدايتها فلينا عمق افريقي فارجوكو نبعد عن فلك الحاجات اللي اتكررت قبل كده في التميمة لان دي بتتنقل في العالم كله العالم كله لما بيكتب خبر عن البطولة بيحط التميمة او الشعار السلوجن فارجوكو نختار حاجة تليق بمصر وبتاياه لي حيتم الاعلان عنها قريب احنا منتظرين يوم الجمعة حيكون فيه القرعة وبالتأكيد هيكون فيه اعلان عن التميمة لان الاتحاد الافريقي ارسل لاتحاد المصري او اللجنة المنظمة طلبهم بسرعة الاعلان عن التميمة ودي نقطة مهمة الشعار يعبر عننا ده بكل تأكيد ما عنديش اي شك ان الشعار يعبر عننا وان كان اخر شعار تم اختياره لفرقة مصرية كان في كاس العالم اللي فات وتم طبعته على الاوتوبيس الخاص بالبعثة المصرية وكان فيه بعض يعني الاراء اللي مش موافقة عليه ما كانتش بعض اوي يعني كان فيه اراء كتيرة بصراحة مش موافقة عليه لان الطبع على الاوتوبيس بتاع فرقة مصر ومنتخب مصر كوننا في روسيا والناس ما كانتش موافقة اوي على السلوجن ده بس بادرة جيدة جدا جدا ان يطلب من الناس انها تشارك فيه اختيار الشعار او السلوجن هننتظر وحنشوف الحاجات دي كلها بكل تأكيد هيتم اعلانها مع القرعة يوم الجمعة اللي جاية فيه سفح الاهرامات وربنا يسهل ونكون موجودين في مجموعة كويسة تقدر تدي يعني زي ما بيتقال كده اتدفع على المنتخب مصر ان يوصل للدور التاني مرتاح وتكون الماتشات متدرجة البطولة صعبة ما هياش سهلة احنا عندنا اهل ماتش يعني البطولة على ارضنا وماتش الافتتاح هيكون بتاعنا وفص جمهورنا وعلى السادق قاهرة وعدد جمهور كبير هيكون موجود ان شاء الله لكن البطولة السنة دي ما هياش سهلة خالص فيه فرق كبيرة في افريقيا تقيلة في الكاميرون في المغرب في تونس فيه فرق تقيلة جدا 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 فيه السنغال احنا شفنا الفرق دي في كاس العالم كانت عاملة زي السنغال والمغرب تحديدا كانوا مقاديين اداءة رائعة في كاس العالم اللي فات فاللعيبة محتاجة تركز جدا 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 وفيه غانا طبعا يعني البعب والكروي الدائم وان كان كعبنا احنا عالي على غانا تحديدا كمان فكل التوفيق للجنة المنظمة كل التوفيق للجمهور المصري ومنتظرين تبهرونا يوم الجمعة اللي جايها